معتنا دلوقتي مع موجز الثامنة مع هادير صباح الخير ليك يا دينا مرة تانية وصباح الخير مشاهدين الكرام تعقيبا يا دينا على كلام المصل احنا فعلا النهاردة عندنا اخبار عن تجارب سريرية لمصل ان شاء الله يكون مفيد ويعود بالشفاء لكل الناس اللي مستنية مصل ده ان شاء الله شكرا ليك يا دينا الثامنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرناتش موجز والاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي متابعته عن كثب وعلى مدار الساعة اجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا واكد الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك استمرار اجراءات الدولة بكل دقة في مكافحة هذا الوباء حفاظا على صحة وحياة كل مواطن مصري واهب رئيس السيسي بالجميع لالتزام الكامل بهذه الاجراءات من اجل ان تظل مصر دائما في سلام وامان اشهد الرئيس السيسي بما حققته الصين من نجاح لافت في احتواء انتشار فيروس كورونا وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني تشي جين بيند اعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون والتنصيق بين المؤسسات الصحية بالبلدين للاستفادة من آليات ادارة ازمة كورونا في الصين على مختلف المستويات من جانبها اعرب الرئيس الصيني عن امتنان الصين حكومة وشعبا لمساندة مصر السريعة لها في ازمة فيروس كورونا مؤكدا استعداد بلاده الكامل لتقديم ما لديها من امكانات وتجارب لمصر في مدال مكافحة انتشار الفيروس اكد الامام الاكبر احمد الطيب شيخ الازهر الشريف ان تعطيل اقامة صلاة الجمعة والجماعات بالجامع الازهر مؤقتا جاء حرصا على سلامة المصليين والحين القضاء على وباء كورونا واوضح شيخ الازهر ان هذه الاجراءات تأتي دعما للخطوات الجدة والفاعلة التي تتخذها مصر لمنع انتشار وباء كورونا وحفظ النفس البشرية التي هي من اعظم مقاصد الشريعة الاسلامية ويجب حمايتها ووقايتها من كل الاخطار والاضرار اعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع حالات الشفاء بين مصبي فيروس كورونا الى 68 حالة وخروجهم من مستشفى العزل وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد ان عدد الحالات التي تحولت نتائج تحليلها من ايجابية الى سلبية للفيروس ارتفع الى 96 حالة مشيرا الى تسجيل 39 حالة اصابة جديدة وخمس حالات وفاء اعلن رئيس الامريكي دونالد ترامب ان الولايات المتحدة ستبدأ اليوم في اجراء تجارب سريرية في نيويورك لعقارين اثبتت فعالية نتائجهما على حالات لمصابين بكورونا واكد ترامب في مؤتمر لخلية الازمة الامريكية لمكافحة كورونا انه لن يسمح بتحول وباء كورونا لازمة اقتصادية طويلة مدى مشيرا الى ان الشركات الكبرى والصغرى الامريكية تضررت بشدة بسبب الفيروس وشدد ترامب على ان ازمة انتشار فيروس كورونا سوف تنتهي عاجلا ام ااجلا اعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اغلاقا عاما في البلاد لثلاثة اسابيع بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا وقال جونسون في خطاب له ان هذا الاجراء لن يسمح للبريطانيين بمغادرة منازلهم سوفلات محن مثل شراء الاحتياجات الضرورية توجه او الى الطبيب او ممارسة الرياضة مرة واحدة يوميا كما اعلن رئيس الوزراء البريطاني منع التجمعات التي تضم اكثر من شخصين مع اغلاق كل متاجر بيع السلع غير الاساسية واماكن العبادة محذرا من توقيع عقوبة على المخالفين اعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 78 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا وقالت لجنة الصحة الوطنية ان وهان عاصمة اقليم هوبي بؤرة تفشي الفيروس سجلت حالة اصابة واحدة جديدة وذلك بعد قمسة ايام من عدم تسجيل اي اصابات هذا وقد اعلنت بكين وضع جميع الوافدين الى المدينة الذين مضى على تواجدهم 14 يوما في حجر صحي مركزي تصدت دفاعات الجوية السورية لطائرة مسيرة في محيط قاعدة حميمم بريف اللاذقية وذكرت وكالة الانباء السورية ان الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة اقتربت باتجاه قاعدة حميمم في محيط مدينة جبلة باللاذقية والتي تتخذها روسيا قاعدة عسكرية لها وكانت موسكو قد اعلنت في يناير الماضي حباط محاولة للهجوم على مركز للتنصيق الروسي في قاعدة حميمم بواسطة طائرات مسيرة واقتصاديا توقع صندوق النقد الدولي ان يشهد الشرق الاوسط ومنطقة اسيا الوسطى تراجعا كبيرا في النمو هذا العام بسبب فيروس كورونا واكد صندوق النقد ان التحدي الذي يمثله تفشي فيروس كورونا سيكون جثيما بشكل خاص بالنسبة للشرق الاوسط ومنطقة اسيا الوسطى والدول التي تشهد صراعات واشار الى ان عشرات الدول في الشرق الاوسط ووسط اسيا توصلت مع الصندوق طلبا للدعم المالي لمواجهة تأثير فيروس كورونا على اقتصادها قالت لجنة الولمبية الامريكية ان اولمبياد توكيو 2020 يجب ان تتأجل في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم وقالت رئيسة مجلس ادارة اللجنة الولمبية الامريكية سوزانا ليونس انه اصبح واضحا ان مسار التأجيل هو الافضل مشيرة الى ضرورة تشجيع اللجنة الولمبية الدولية على اتخاذ كل الخطوات الضرورية لضمان اقامة الالعاب في ظروف امنة وعادلة لكل المنافسين يأتي ذلك في الوقت الذي اعلنت فيه اليابان اجراء مفاوضات مع اللجنة الولمبية الدولية لتأجيل اولمبيات توكيو لمدة عام بحد اقصى مشاهدين الكرام نهاية موجود الثامنة نشكر لكم طيب المتابعة وعودة لدينا لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر الى ايك يا دين شكرا هدير شكرا جزيلا واضح كده من الاخبار ان كل شيء في العالم قابل للتأجيل الا سلامة وصحة كل واحد في اي مكان في العالم وتحديدا انت مسؤول عن سلامتك نروح للفاصل ونرجع نكمل مع حضرتكم صباح الخير يا مصر